طلاب العيزاء يعطيكم العافظة . اليوم سبب درس جديد الحسابيه والمتتاليات و المتسلسلات الحسابيه من فعلي ها اختم بكافره على المتattformology, المتبقى والتفترسي dropped out of her مجموع من الف decreased الام ان يجبه ايضا جزء اخر من الف للبناط ونتظر حسابيه ون場ج حتموضو سيز Leh بعد حتموضو O نتبيه نامIE المتتاليات الان خلينا نقدر نميز من خلال هاي الامثلة البسيطة الموجودة امامنا ايش هو مفهوم المتتالية الحسابية اعتقد واضح امامنا جميعنا خلينا نشوف الامثلة الموجودة امامنا ونقدر احنا منا لحالنا نميز ايش مفهوم المتتالية الحسابية لننطلع على هاي المتتالية الموجودة امامنا نعرف انه هون عندها الحد الاول التاني التالت الرابع الخامس الى ما لا نهاية تمام الان ايش هو الفرق ما بين الحد الاول والتاني والتاني والتالت والتالت والرابع نلاحظ ان الحد التاني هو عبارة عن زيادة اثنين الثالث على الثاني زيادة اثنين الرابع على الثالث ايضا زيادة اثنين في كل مرة زدنا عدد ثابت اساسي لهو تنين هذا العدد بنسميه اساس المتتالية الان في كل حالة او في كل نمط من نمط المتتاليات يتم اضافة عدد على العدد اللي قبله بهيك حالة بيكون هذا العدد ثابت في جميع الحالات وبسميه أساس المتتالية الحسابية إذن بسميها حسابية ويرمز له بالرمز دار شوف اللي بعديها من صفر هالأول الثاني الثالث الرابع الفرق عشرة وهون عشرة وهون عشرة في كل مرة زدنا العدد عشرة وهو عدد ثابت مقدار ثابت بنسميه أساس المتتالية الحسابية طب ليس منها حسابية الآن بنعرف هون 8 الأول الثاني الثالث 8 صارت 5 وال5 صارت 2 ضفت على 8 العدد سالب 3 8 زائد سالب 3 صارت 5 5 زائد سالب 3 صارت 2 2 زائد سالب 3 صارت سالب 1 إذن في كل مرة ضفنا عدد ثابت اللي هو سالب 3 ونسميه أساس المتتالي دال الآن لازم نحن حسابية لأنه في كل مرة بتم إضافة عدد على لحد الأول قيمته ثابتة وما تغير هذا العدد في كل حالة من الحالات فبسميه أساس المتتالي وبسمي هذا النمط من المتتاليات متتاليات حسابية فالمتتالية الحسابية متتالية يكون الفرق بين كل حد فيها والحد السابق له مباشرة مقدار ثابت ويسمى أساس المتتالية ويرمز له بالرمز د هاي أول معلومة فيما يتعلق بالمتتاليات ومتسلسلات الحسابية تنين الحد الأول لهذا النمط من المتتاليات هاي الحد الأول وهنا هاي الحد الأول وهنا هاي الحد الأول يرمز به بالرمز ألف 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 إذن الحد الأول رمزه ألف والأساس هو دال والدال الأساسي حكينا عنه هو العدد الثابت اللي كل مرة بزيده على الحد اللي قبله عشان أكون حد جديد الآن المتتالية الحسابية أو المتسلثة الحسابية إلها قاعدة الحد النوني هي عبارة عن حد نوني إلها قاعدة ثابتة باستخدمه في إيجاد الحد النوني مش مثل الحالات السابقة لما كنا نجد الحد النوني طالما أنا عرفت إنه هاي المتتالية أو تسلثلة حسابية مباشرة بطبق هذا الحد النوني قاعدته الحد النوني يساوي ألف زائد بين أقواس نون ناقص واحد في دال الآن من ألف حكينا الحد الأول دائما من نون رتبة الحد يعني الحد الأول يعني واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة رتب من دال حكينا عنها أساس المتتالية الحسابية ومن الحد النوني يا قاعدة الحد النوني أو قيمة الحد يعني مثلا قيمة الحد الثاني أكام ثلاث طيب قيمة الحد اللي بعده أو الحد الرابع سبعة تكون هنا هي موجودة أو قيمة الحد النوني كاملة بعيد الحد النوني هو ألف زائد نون ناقص واحد في دال طيب عندي هون تدريب واحد صفحة مية وأربعة وأربعين أي متتالية التالية حسابية ربع ثلاث أربع واحد وربع واحد وثلاث أربع خلينا نشوف أول شي بناخد الحد الأول ناقص الحد الثاني دائما عشان أنا أعرف إن كانت حسابية أو لا لازم أطبق قاعدة اللي هي الحد الثاني ناقص الحد الأول أوجود القيمة بعدين الحد الثالث ناقص الحد الثاني أوجود القيمة بعدين الحد الرابع ناقص الحد الثالث أوجود القيمة إذا كانت نفس القيمة في جميع الحالات فهي متتالية حسابية إذا كانت لسة نفس القيمة فهي ليست متتالية حسابية الثاني ناقص الأول 3 أربعة ناقص ربع 2 على 4 اللي هي ربع طيب نشوف هل رح نتساوي مع القيمة الثانية ولا الثانية ناقص الثاني أجاب القيمة الثالث 1 وربع ناقص 3 أربع طيب هون أنا نتذكر شوي نرجع لورا فيما يتعلق بالكسور وطرحها كيف أنا ممكن أتعامل الواحد وربع عدد كسري أحاوله لكسر عادي هاي واحد وربع كيف نحاوله العدد الكسري لكسر عادي أربعة ضرب واحد زائد واحد أربعة ضرب واحد أربعة زائد واحد خمسة على أربعة بنيجي هون شو بتصير عندي بهاي الحالة خمسة على أربعة ناقص الثلاثة على أربعة تنين على أربعة واحدة مقاماتهم واحدة بطرح البصن البصن ويبقى المقامة متل ما هو عليه إذن تنين على أربعة أيضا هي نفسها النص بنيجي للي بعديها الحد الرابع ناقص الحد الثالث الرابع أكام واحد وثلاثة أربع ناقص 1 ربع أيضا نفس الشيء لازم أحول العدد الكسري لكسر عادي الآن عندي الواحد والتلات أربع شو بعمل أربعة ضرب واحد زائد الثلاث أربعة ضرب واحد أربعة زائد ثلاث سبعة على أربعة وهون بحي طلعناها الواحد ربع كانت خمسة على أربعة إذن سبعة على أربعة ناقص خمسة على أربعة وتساوي المقام ثابت سبعة ناقص خمسة اتنين وهي نفسها النص إذن نلاحظ أنه نفس القيمة طلعت عندي في جميع الحالات طالما نص في الحال الأولى تساوي النص في الحال الثاني والثالثة إذن هذه عندي المتتالية بسميها متتالية حسابية تمام يجي للفرع الثاني الفرع الثاني معطي لي قيام عداد الهي 2 1 سالب 2 سالب 5 نبدأ الحد الثاني ناقص الحد الأول ولازم أوجد أيضا الحد الثالث ناقص الحد الثاني والحد الرابع ناقص الحد الثالث إذا تساوت القيم في الثلاث حالات فهي متتالية حسابية الثاني هي الأول هي الثاني هي الثالث هي الرابع الثاني ناقص الأول 1 ناقص 2 سالب 1 نيجي الثالث هي الثالث سالب 2 ناقص 1 سالب 3 طيب الرابع سالب خمسة ناقص ناقص تنين هاي بتصير جمع بتصير عندي سالب ثلاث هل القيم عندي بالحل الأولى والتاني متالي تساوت لا ما تساوت إذن هي ليست متتالية حسابية ننتبه واحد ناقص تنين سالب واحد ناقص تنين ناقص واحد ناقص ثلاث ناقص خمسة ناقص ناقص تنين طبعا هي صار زائد زائد بس عندي هدول متساويتين لكن تختلف عن الأولى فهي لست متتالية حسابية نيجي لرقم ثلاث واحد أربعة تسعة ستاش خمسة وعشرين نشوف كيف عنا بدا نوجد هل هي حسابية أم لا أول شي هاي احنا عنا هاي واحد تنين تلاتة أربعة خمسة الحد الثاني ناقص الحد الأول أربعة ناقص واحد ثلاث ناخد الحد الثالث ناقص الحد الثاني تسعة ناقص أربعة خمسة ناخد الحد الرابع ناقص الحد الثالث ستاش ناقص تسعة سبعة هل تساوت عندي القيام؟ دل لا طبعا مختلفة إذن ليست حسابية نجل البعدي هالربعة سبعة ناقص سبعة صفر وسبعة ناقص سبعة صفر وسبعة ناقص سبعة صفر جميل حالات تفصل قيمة إذن حسابية نجل البعديها تلاتة ناقص واحد تنين خمسة ناقص تلات تنين سبعة ناقص خمسة تنين حسابية آخر فرعنا أربعة ناقص تنين تنين تمانية ناقص أربعة أربعة ستاش ناقص تمانية تمانية إذن ليست حسابية إذن لهون إحنا عرفنا إيش هي القطوات اللازم إحنا نعملها عشان نوجد لأي متتارية أو متسلسلة هل هي حسابية أم ليست حسابية تمام نشوف إنا كيف ممكن تجينا أسئلة أخرى على هذا النمط من الدرس إنا التدريب الثاني صفحة 144 أكتب الحدود الخمسة التالية في المتتالية الحسابية طيب خلينا نشوف إحنا هون كيف أنا بدي أوجد الحدود الخمسة التالية في المتتالية الحسابية أول شيء شيء أساسي أنا عشان أني أنا أوجد لازم أعرف شو نوع المتتالية هو حكي لي تلقائيا إنها حسابية سهل علي طيب طيب الحسابية إيش أنا بيلزمني عشان أوجد باقي الحدود تلزمني قيمة دال مين دال أساس المتتالية الحسابية كيف بدأ أوجده؟ الحد الثاني ناقص الحد الأول هاي الأول هاي الثاني هاي الثالث خمسة ناقص واحد أربعة هو حكي لي حسابية بقى اللزم أتحقق بس لو بدي أكمل التالت ناقص الثاني تسعة ناقص خمسة أربعة إذن دال تساوي أربعة هي أساسي متتالية يجي الآن كيف بدأ أوجد أنا الحدود الخمسة اللي بعديها؟ نبدأ تسعة زائد أربعة أكم؟ تلتاش الآن تلتاش زائد أربعة سبعتاش سبعتاش زائد أربعة بأخذ الجواب وبزيد علي أربعة واحد وعشرين واحد وعشرين زائد أربعة خمسة وعشرين هو طالبيني مrance واحد اتنين تلتي أربعة طيب خمس وعشرين زائد أربعة تسعة وعشرين إذن نكتب الآن الحدود المطلوبة واللي إحنا أوجدناها اللي هي بلشت عندي واحد خمسة تسعة هاي تلتاش سبعتاش واحد وعشرين خمس وعشرين والتسعة وعشرين هيك اوجدنا الحدود الخمسة اللي هي مطلوبة نشوف الفرع او التدريب اللي بعده ايش طالب مني طالب مني جد صيغة الحد العام لكل مما يأتي احنا حكينا وعرفنا ان المتتاري الحسابية اذا انا عرفت انها حسابية خلاص بطبق مباشرة القاعدة اللي احنا حكينا عنها طيب الان حكيلي اولا المتتاري الحسابية 24-18-12-6 تمام كيف نطبق عليها حكيلي حسابية بكتب الحد النوني يساوي ألف زائد نون ناقص واحد دال ألف هي الحد الاول هاي ألف الحد الاول نون هي حدد الحدود واحد دال دال من هي دال؟ هي الأساس طيب انا بعرف هون الأساس؟ لا ما بعرفه اذا بهاي الحالة او جدال نجد دال كيف؟ الحد التاني ناقص الحد الاول اكم عندي؟ 18 ناقص 24 ستة شهره سالب طيب نجد للي بعده 12 ناقص 18 أيضا سالب ستة إذن دال تساوي سالب ستة وهو المطلوب الآن ما علي إلا أني أقوم عملي التعويض بالقاعدة بالقانون الحد النوني اسمه معا بدي الحد النوني هو بيده مني ألف أربعة وعشرين زائد بين أقواس لازم نون تضلها موجودة سالي الحد النوني ناقص واحد دال هي سالب ستة إما بتكتبها بهذه الصورة 24 زائد سالب ستة بين أقواس نون ناقص واحد أو بإمكانك توزع سالب ستة على النون بسالب واحد بتوجدها بصورة تانية ولو اكتفت هذا الشكل فهي تمام هيك أنت أوجدت الحد النوني المطلوب عندنا تمام طيب خلنا نشوف أيضا طالب مني أوجد الحد النوني لنمط آخر هون معطيني متتالية حسابية حدها الأول خمسة وأساسها تنين كيف أنا بدي أوجد بهاي الحالة الحد النوني لها بنطبق أول شي الأول معطينية من الحد الأول من البثل ألف وأساسها تنين دال نكتب القانون الحد النوني يساوي ألف زائد بين أقواس نون ناقص واحد دال الحد النوني ألف هي خمسة زائد نون ناقص واحد دال هي تنين إذن إذن إما بتكتبها بهاي الصورة أو بنوزع التنين على الأقواس لو بنوزع حتر بهذا الشكل الحد النوني تساوي خمسة زائد تنين نون ناقص واحد خمسة زائد تنين نون ناقص تنين هون جميع حدود تنين نون زائد تلات سواء بهذا الشكل أو بهذا الشكل فهي صحيحة طيب نشوف الفرع لبعده إيش طالب من دون طالب مني سؤال الثالث صفحة مية وتمانية واربعين أيضا بدون نوجد الحد العام للمتتاليات خلينا نشوف في عندي معطيني متتالية حسابية الحد الأول دايما حكينا هو ألف بالأساس ستة وهو دال ما علي إلا أن أعوض الحد النوني يساوي ألف زائد نون ناقص واحد ألف هي تلات زائد نون ناقص واحد ستة حد النوني يساوي تلات زائد ستة نون ناقص واحد حبة تتكمل بتم حد النوني يساوي تلات زائد ستة نون ناقص ستة جمع حدود ستة نون ناقص ثلات هاي الصورة وهاي الصورة فهي أيضا صحيحة تيجي لا السكرة اللي بعديها أو السؤال الآخر المتتالية الحسابية معطيني إياها وطالب مني أوجد الحد النوني ما بنسى إيش المطلوب من السؤال عنده الحد العامل هو الحد النوني طيب هون إيش في مرطيته معطيني إياها عشان أقدر من خلالها إني أوجد أول شي أنا بعرف إنه الحد الأول هو ألف طيب هل دل أنا موجودة عندي لا إذن أنا بدي أوجد دال نجد قيمة دال كيس 19 ناقص 17 الحد الثاني ناقص الحد الأول أو الحد الثالث ناقص الثاني أو الرابع ناقص الثاني لازل تكون عندي لفس القيم جميع الأحوال 19 ناقص 17 و20 مش معارف بتمجدها بسهولة 19 ناقص 17 في حالة الطرح فاصل عشرية برتبها فوق بعض والمنازل فوق بعض 2 فاصلة تبقى إذن وتساوي 20 تمام الأبوجة الحد النوني يساوي ألف زائد نون ناقص واحد دل ألف أوجدناها اللي هي موجودة عندي 17 زائد نون ناقص واحد في دال اللي هي العشرين حد النوني ويساوي 17 زائد 20 نون ناقص واحد تمام الحد النوني هنا حد نوني ألف زائد نون ناقص واحد في دال أنا FIA종 عندي هنا آلف متغير والنون متغير والحد النوني قد تكون متغير من ألف هي الحد الأول من أي متتالية دال هي الأساس المتتالية الحسابية من الحد النوني الحد النوني أو قيمة الحد الحد الخامس أو السادس أو السابع من نون هي رتبة الحد ممكن تأخذ مسألة يكون فيها أحد هذه المتغيرات جميعها مجهول ويطلب منك أنك توجد هذا المتغير يمكن إيجاد أي متغير منها الآن خلينا نتطرق لعدة أمثلة حول كيف ممكن يكون عندي ألف المجهول أو دال أو حانون أو نون ننتبه خلينا نشوف كيف أنا المثال الأول بدي أوجد المتغيرات المطلوبة أمامي بدي أتعامل معها من خلال الحل المثال الأول بحكي لي أوجد رتبة الحد 148 طالب من الرتبة يعني هذا حد بس أنا بدي رتبته ليه نون من المتتالية الحسابية التي حدها الأول سبعة من سبعة لحد الأول ألف والأساس ثلاث اللي هي الدال إذن رتب معطياتنا أول إشي ألف معطنيها سبعة معطني دال تساوي ثلاث معطني 148 حانون بس أنا بغم بعرف إيش رتبتها إيش المجهول أو المطلوب عندي نون يعني أوجد رتبة 148 خلينا نرتب على القانون ألف زائد نون ناقص واحد في دال ونعوض القيم اللي توفر عندي أنا بتوفر عندي حانون 148 وطالب مني أوجد نون إن هي رتبتها إذن 148 تنحط هون ما كان الحدي النون ليه إذن أوجد نون اللي هي رتبتها ألف السبعة زائد نون المجهولة ناقص واحد في دال اللي هي الثلاثة طيب 148 تساوي سبعة زائد ووزع على الأقواس الثلاثة ثلاثة نون ناقص ثلاثة بنجمع حدود 148 تساوي ثلاثة نون سبعة ناقص ثلاثة زائد أربعة إذا أصعد معادلة خطية بدأ أوجد قيمة متغير نون سالب أربعة سالب أربعة 144 تساوي ثلاثة نون بدأ أوجد أنا قيمة نون بقسم على الثلاثة بمعامل نون إذن مية 144 على ثلاثة ناقص ناقص قيمة الثلاثة نعم 14 على ثلاثة في عندي أربعة ثلاثة في أربعة اطناش ثلاثة باليد 24 على ثلاثة ثمانية إذن قيمة نون تساوي ثمانية واربعين إذن حقينا هاي أمثلة كيف في حالة أنه أنا عندي المتغيرات أحد المتغيرات مجهول كيف أجده لازم أحدد المعطيات الموجودة عندي بالمسألة إيش هو المطلوب بعدين ببلش بإجراء خطوات الحل بعد بأكتب الحاد النوني للمتتالية الحسابية كلنا لازم تقطينه كنا عارفينه اللي هو عبارة عن ألف زائد نون ناقص واحد في دال خلينا نشوف المثال الثاني متتالية حسابية حد هالتاسع 120 أساسها هي الدال الحد التاسع هي الحد التاسع 120 دال الأساس تساوي سالب 3 أوجد حدها الأول من الحد الأول ألف إذن أنا هيك حددت إيش المعطيات وإيش المطلوب إذن معطيني الحد التاسع 120 معطيني دال سالب 3 وحكيلي أوجد ألف مجهولة يبدأ أوجدها نكتب عنا الحد النوني يساوي ألف زائد نون ناقص واحد دال طيب ألف مجهولة حكينا الحد التاسع معطيني إياه أكم 120 وحط هون 120 ما كان الحد النوني الألف المجهولة الحد التاسع إذن نون تساوي تسعة ناقص واحد دال معطيني إياها سالب ثلاثة عمليات حسابية الآن أربعة وأربعين تساوي ألف وهي المطلوب إذن أنا عندي الحد التاسع وخيمت ومئة وعشرين هو طالب مني الحد الأول اللي هو طالع عندي مئة وأربعة وأربعين واضح أمامنا طيب هيك أخذنا مثالينا عندما يكون عندي متغيرات بالحال الأولى كان عندي المجهول هو نون بينما هون كان المجهول عندي مين ألف طيب خلانا نشوف أيضا حالي أخرى عندما يكون عندنا شيء آخر مجهول نشوف هون جميعنا أحكي لمثال أدخل أربع أوساط حسابية بين العددين 22 27 شو يعني مين المجهول شو اللي بدو بالضبط خلانا نشوف إيش المعطيات في هاي المسألة هو حكي لبديان يدخل أربع أوساط بين هدول العددين 22 27 يعني أنا العدد الأول عندي في متتالية حسابية هو 2 وآخر 27 وبين هم يدخل أربع أوساط إذن هيك هاي محددلي دال معروفة مش معروفة نون من ونون عدد الحدود عدد الحدود أكم في عندي 2 رحكي ليحطي كمان أربعة إذن أربعة زائد 2 ويساوي 6 عدد الحدود تمام أيضا من ضمن المعطيات معطيني قيمة الحد السادس اللي هو أكم الأول 2 هاي الأول له 2 والسادس 27 السادس 27 كيف بدي أوجد أنا دال ليجعر القانون الحد النوني أول شي يساوي ألف زائد نون ناقص واحد في دال الآن بدي أعتمد بحلي هون على قيمة الحد السادس اللي هي 27 عشان تساعدني في إيجاد قيمة الأساس دال الآن الحد السادس يعني إحنا قلنا نتخيل المتتالي اللي هو طالب من إني أوجدها نبرتب بهاي الصورة تينين بدي أدى أوجده تاني التالت الرابع الخامس واحد تينين تلاتي أربعة أربعة أوساط وهي الأول اللي هو ألف والأخير 27 لو بدي أرتبهم الرتب هاي واحد هاي تينين هاي تلاتة هاي أربعة هاي خمسة هاي ستة أنا بعرف الأول تينين اللي هو ألف وبعرف الأخير السادس إذن الحد السادس أكم قيمته 27 إذن نكتب هون 27 هو رح أستفيد منه بستفيد من الحد الأخير الموجود عندي في إيجاد دال ثبتها معلومة 27 تساوي ألف معروف تينين زائد نون ما بعرفها هاي السبعة وعشرين من هي هي قيمة الحد السادس هاي الحد السادس إذن 6 ناقص واحد دال أنا بدي أوجدها 27 تساوي تينين زائد 6 ناقص واحد خمسة دال ناقص تينين ناقص تينين 25 تساوي خمسة دال على خمسة على خمسة خمسة تساوي دال اللي هي الأساس أوجدناها بس إيش وطالب مني طالب مني ما بنسى أربع الأوساط أوجدها طالب لما أنا أوجد الدال خلص صارت سهلة بس إيش أضيف على كل حد أكام خمسة بشي حسابية شو يعني حسابية بضيف على كل حد العدد خمسة الآن تينين زائد خمسة هاي الأول تينين زائد خمسة أكم دسير عندي هاي سبعة سبعة برد أضيف عليها كمان الخمسة في كل مرة بضيف خمسة هاي اتناش اتناش أضيف عليها خمسة هاي سبعتاش السبعتاش تضيف كمان عليها كمان عندي خمسة أكم رح تصير عندي اتنين وعشرين اتنين وعشرين تضيف خمسة هاي سبعة وعشرين هاي وصلت للحد الهو معطينية أول تاني تالت رابع خامس سادس قيمته الحد السادس سبعة وعشرين إذن شغلنا صحيح تمام طيب الآن خلنا نشوف نرجع لأسئلة الكتاب هيك أخدنا أمثلة هاي الأمثلة اللي مش موجودة للكتاب كيف نوجد المتغيرات الموجودة عنا إذا في المتهاي الأمثلة خلاص تقدر تحل أي سؤال آخر موجود عنا بالكتاب رح نحل الجزء من أسئلة الكتاب رح تكون واجب الآن تدريب أربعة صفحة مية ستة واربعين طالب مني جد قيمة الحدود المفقودة في المتتارية الحسابية نفس فكرة السؤال لكن صيغه بصورة تانية أو بطريقة تانية خلنا نشوف طالب مني الطالب مني الثالث وهي ما أعطيني الرابع إذا أنا عندي ألف موجودة رتب أفكارنا وعندي الحد الرابع قيمته 13 هذا الحد الأخير الرابع اللي هم أعطيني إياه لقيمته 13 هو أنا بقدر أستفيد منه في إيجاد قيمة دال اللي هي أساسي المتتارية كيف يجب نعوض الحد النوني حكينا الحد النوني إما هو الحد العام أو بقدر أعوض قيمة أي حد من الحدود الموجودة عندي بالمتتارية ألف زائد نون ناقص واحد دال الحد النوني بدأ أخذ أنا الحد الرابع إيش قيمة الحد الرابع 13 تساوي ألف موجودة واحد زائد نون طبعا اليمين حد الرابع أربعة ناقص واحد دال بدأ أوجدها نكمل 13 تساوي واحد زائد ثلاثة دال 13 تساوي واحد زائد ثلاثة دال ناقص واحد ناقص واحد إذن 12 تساوي ثلاثة دال على ثلاثة على ثلاثة دال تساوي أربعة لنصر أجد الحدود أو الوسطية من طالب مني لأوجدهم بديه وسطين حسابيين طالب مني اللي هم الثاني والثالث بضيف أربعة على الواحد واحد ضيفي عليها الأربعة شو يصير عندي خمسة الخمس ضيفي عليها الأربعة جاد تصير عندي تسعة تسعة ضيفي عليها الأربعة جاد تصير التلات تتاوي هيك أوجدنا المطلوب مش صعب ولكن عملية تركيز بهدوء وربط الأفكار حتى أن تكون الأمور وليتها عندنا موجودة وببساطة خلينا نشوف كمان أسئلة موجودة عندنا خلينا نشوف هذا السؤال ايش طالب مننا السؤال الرابع صفحة 148 متتالية حسابية حدها 3 في عند الحد الثاني سين الثالث صاد اتناجد قيمة كل من سين وصاد نفس الفكرة ولكن بطرق متعددة ومختلفة إذن برد رتب هاي الأول هاي الثاني هاي الثالث هاي الرابع أنا إيش عندي المعطيات ألف تساوي ثلاثة وهي الحد الأول أيضا معطيني الحد الرابع هاي الحد الرابع أكم قيمته 12 ما ننسى طالب مني وسطين أوجدهم من هنا السين والصاد مجهولين حكينا عشان هذا الحكي يتم بدي أعتمد على الحد الرابع لقيمته 12 في إيجاد قيمة دال نوجهة الحد النوني الحد النوني يساوي بنعوض ألف زائد نون ناقص واحد دال الحد النوني بعتمد حكينا على مين الحد الرابع هاي المقصود فيها الحد الرابع اللي هي 12 تساوي ألف اللي هي الأولان اللي هي 3 زائد الحد الرابع هاي القيمة للحد الرابع إذن 4 ناقص واحد دال بدي أوجدها 12 تساوي 3 زائد 3 دال ناقص 3 ناقص 3 إذن لدينا الحالة 9 تساوي 3 دال على 3 على 3 دال تساوي 3 نقدر نجد قيمة سين وصاد ولا لا نعم شونا نعمل نضيف على الحد الأول القيم الموجودة عندنا الآن هاي التلاتة هاي تلاتة بدي أضيف على التلاتة قيمة دال اللي هي 3 3 زائد 3 6 ده أضيف أيضا على الستة كمان قيمة 3 9 وضيف كمان 3 صلاة مع 12 هيك أوجدنا سين وصاد اللي هو طالبهم منه تبا خلينا نشوف السؤال اللي بعده السؤال التاني صفحة 148 طالب مني جد الحد السادس والخمسين هم حدد لي جميل الحالات بدي أوجد له الحد السادس والخمسين حد سادس والخمسين لم تتالية حسابية هم حدد لي نحن تتالية حسابية فإذا بهاي الحالة أنا إش بستفيد من هاي كنوية حسابية إن إنت أمشي على القانون اللي أنا بعرفه الحد النون اللي هو ألف زائد نون ناقص واحد في دال معطيني الحد الأول ألف سالب سبعة والأساس دال تنين يعني سهلة يكتب الحد النوني يساوي ألف زائد نون ناقص واحد في دال الحد النوني هو طالب مني أوجد الحد ست وخمسين هو المجهول إذن بكتب الحد ست وخمسين يساوي ألف سالب سبعة زائد نون بعرفها ولا لا آه نعم هي هيها ست وخمسين ناقص واحد دال بعرفها ولا لا آه نعم تنين إذن وتساوي سالب 7 زائد 55 في 2 سالب 7 لاحظ أولويات العمليات 55 هاي ضرب 2 أحيانا تصير عندي 110 زائد 7 هاي الحد 56 يساوي 110 ناقص 7 103 الحد 56 وهو المطلوب طيب ننتقل على الفرع اللي بعده فرعبة معطيني الحد الأول ومعطيني الأساس وطالب مني برضو الحد 56 الحد 56 يساوي ألف زائد نون ناقص 1 دال الحد 56 يساوي ألف 3 زائد نون 56 ناقص 1 في دال اللي هي سالب 7 3 زائد 55 ضرب سالب 7 ما نسأل هنا إشارة ضرب نضير بالنا وولويات العمليات الحد 56 يساوي 3 هنا زائد سالب 7 ضرب 55 خمسة بسبعة هاي خمسة بتلاتين خمسة بسبعة خمسة بتلاتين تمانية وتلاتين الإشارة سالب تساوي الآن الموجة مع السالب صارت سالب 382 والإشارة العدد الأكبر هي سالب قيمة الحد 56 سالب 382 لازم ينتبه بذل المثالين كيف لما تكون عندي الإشارة السالبة هون ضرب تضرب عدد موجة بينما هون ضرب تضرب عدد سالب وينتبه في حال تضرب عدد سالب صارت موجة بسالب فبصير كلها سالب 3 ناقص عدد كبير بتصير إشارة العدد الكبير عدد موجة بعد سالب وبينهم إشارة موجة الفرق بينهم ونضع إشارة العدد الأكبر ما ننسى هذا الحكي الآن بتمنى نكون فيمن الأفكار اللي إحنا حلناها كاملة أخدنا كيف نوجد قيم المتغيرات ألف ودال وحنون ونون في أمثلة متعددة حلنا عليها بعض الأمثلة كيف نوجد الحد النوني لمتتالية حسابية وكيف أميز المتتالية الحسابية عن غيرها من المتتاليات الأخرى الآن في معنى واجب هذا الواجب إن شاء الله بتمنى أنه ينحل اللي هو السؤال الأول صفحة 148 والسؤال الخامس والسادس وإن شاء الله رح نتواصل معكم لمتابعة الحل وأعطيكم ألف حافية